اسبوع العشر على التوالي احتشد الإسرائيليون في شوارع تل أبيب وحيفا وغيرها من المدن مساء يوم أمس السبت للاحتجاج على خطط الحكومة اليمينية المتشددة لإجراء تغييرات في جهاز القضاء وهي الخطة التي يرى بها المعارضون تهديدا لاستقلال القضاء ولتقويض المحكمة العليا وتصعدت حدة الاحتجاجات في ظل مواصلة عملية التشرية التي يقودها رئيس لجنة الدستور والقانون البرلمانية سمحة روتمن ووزير القضاء ياريف لذين فيما هدد بعض جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء ودع الرئيس إسحاق هرتسوف من جديد إلى إجراء حوار والتوصل إلى تسوية تضع حدا للانقسام في المجتمع الإسرائيلي وقال عضو الكنيسة سمحة روتمن مع افتتاح جلسة لجنة الدستور اليوم بأنه لا يوافق على خطاب رئيس الدولة الذي أنقاه الخميس المنصرم بشأن التسوية ولكنه سيجتمع معه في نطاق المساعد الجارية للوصول إلى تسوية من جالب آخر أصدر قائد الشرطة المفتش العام يعقوب شفتاي إعلانا نادرا بثته الكنوات العبرية في بث حيوان بشر مساء يوم أمس السبت أعلم فيه أنه تراجع عن خطة لنقل قائد شرطة تلابيب عام إيشد إلى منصب آخر وقال معارضون أن نقل إيشد جاء بقرار من الوزير إتمار بنكفير لأنه أراد قمع المتظاهرين بشدة خاصة وأن إيشد تعامل بليونة مع المحتجين وأظهر مسؤولية كبيرة في إدارة الحدث الوزير بنكفير من جانبه يرد بالقول أن سياسته التي يطالب بتنفيذه هي التعامل بمساواة مع المتظاهرين من المستوطنين واليهود المتديين الحردين وأنه لا يريد أن يرى دما في الشوارع وقال الشبتاي حول نقل إيشد الذي بات مؤجنا الآن أن هذه الخطوة جاءت كجزء من نقل وظيف مقرر سلفا مضيفا أن الشرطة لن تخضع على أي ضغط سياسي في هذا الصدق وقال مخاطبا لجمهور الإسرائيلي أقول لكم أنا أخطعت أخطعت بالتوقيت وبالطريقة التي تعاملت فيها مع قضية قائد لواء تل أبيب دعونا نشاهد مكتطفات من المظاهرة في تل أبيب التي لن تكون الأخيرة بحسب المنظمين الذين يخططون لتصعيد المقاومة ضد الإصلاحات على حد تعبيرهم يوم الخميس المقبل موسيقى 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 في محمد حسن كنعان رئيس الحزب القومي العربي وعضو كنيسة سابق وكذلك سائد عيسى محلل سياسي ورئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم أهلا ومرحبا بكم أهلا بك وصال خير لك جميع المشاهدين في البداية نريد أن أسألكم عن تصاعد الحركة الاحتجاجية مظاهرات إغلاق شوارع سحب أموال من بنوك إسرائيلية ونقلة الخارج وغيرها الاتلاف يمضي في خطة الإصلاح كما يسميها فيما يرى المعارضون بأنها انقلاب على الحكم أريد أن أسأل كيف تقرأان المشهد هذا خصا وأنا سمحا روتمان لا يتوقف اليوم واصل بالمداولات في الكنيسة هل هناك شيء يمكن أن يوقف هذا الاتلاف برأيكم محمد حسن كنعان أنا بتقديري أن حكومة نتنياهو بدون استفناء بمركباتها أخذت على عاتقها وعلى مسؤوليتها القضاء على ما تبقى من النظام الديمقراطي في إسرائيل وتحويل هذه الدولة إلى دولة أبرتهايت إلى دور ديكتاتوري وهذا ما قاله كبار رجال القانون وآخر تصريح كان للمستشار القضاء السابق الذي كان محسوب على بيبي نتنياهو وعلى حكومة نتنياهو السابقة قال باللحظة لتم تمريض قانون الهدقابروت وهذه القونين قانون التغلب التغلب عمليا دولة إسرائيل تحولت إلى دولة ديكتاتورية بكل ما تعني الكلمة من معنى وللأسف الشديد هذا الواقع الذي نعيشه هذا ليس نحن اليوم ندافع عن المحكمة العدل العليا لأنها كانت مليحة مع المواطنين العرب إنما على الأقل كان هناك في مجال للتوجه إلى هذه المحكمة وبيبي نتنياهو ومركبات حكومته لا يردون مراقبة مراقبة السلطة القضائية على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أي الحكومة وكما جميع الشعب الإسرائيلي عرباً وهيون يعرفوا أن بيبي نتنياهو يتعرض إلى محاكمات ويريد إنقاذ نفسه من السجن الفعلي ومن العقاب الذي سيتلقاه وطبعا عمل يعمل كل ما يمكن أن يعمله من أجل منع دخوله إلى السجن من أجل منع محاكمته وتحويل الدول كلها إلى مصلحة شخص واحد اسمه بيبي نتنياهو هذا الأمر طبعاً بناء على حديثك أنا باعتقاد المواطني العرب مش بشاركوش بالعكس بشاركوه بقوة فهذه المظاهرات ولكن هني خلي نقول محيادين إلى حد ما عين نعم سألك عن دور الجمهور العرب المجتمع العربي في هذا السؤال ولكن أريد أن أسأل سائد عيسى نفس السؤال تقريباً هل هناك شيء يمكن أن يوقف هذا الاتلاف خصوصاً وأنه نتنياهو يبدو في موقف عليه أن يتدخل في الموضوع؟ بالأمس حدث شيء يعني ليس بعبر المفتش العام للشرطة يلقي خطاب وفي هذا الخطاب يتراجع عن قرار تنحية قائد لواء المركز ولواء تل أبيب عامي إيشت لو نظرنا إلى هذا الكرار من خلال النظرة العميكة لهذا الكرار يمكن أن نصل إلى الاستنتاج بأن أي كرار أو أي تشريع تقوم به الحكومة أو الكنيسة في نهاية المطاف عندما تقوم محكمة العدل العليا بإلغاء هذا القانون الجهاز الأمني في دولة إسرائيل عليه أن يكون ينفذ أي من القرارات هل كرارات الحكومة أم كرارات المحكمة العليا؟ من خلال تصرف المفتش العام بالأمس للشرطة المفتش العام للشرطة بالأمس أوضح لنا جميعا بأن الأجهزة الأمنية في هذه الدولة سوف تكون تحت إشارة ورهن الإشارة للمنظومة الكضائية في إسرائيل ولن تكون أداء لتمرير مخططات وقوامين حتى لذلك نحن الآن اليوم ولسنا على أعتاب وإنما نحن الآن أمام أزمة دستورية حقيقية في دولة إسرائيل هناك منظومة تشريعية هناك برلمان أي قرار يتخذ هذا البرلمان اليوم في هذه الأيام المستشارة الكضائية ومحكمة العدل العليا عندما يتم التوجه إليها بالتماس سوف يقوم بإلغاء هذه الكوانين لذلك ما كنا بالأمس قبل الأمس نتساءل الجهاز الأمني في إسرائيل سوف يتبع أي جهة بالأمس فهمنا وقرار التراجع للمفتش العام للشرطة لم يأتي من فراء وإنما جاء مباشرة عشية وبعيد ما قامت وقررت المستشارة القضائية لأن المستشارة القضائية أعلنت مباشرة بأن قانون تنفيذ غير قانوني غير قانوني في حالة سياسية أخرى لو في الماضي قبل سنتين وثلاث كان بإمكان الوزير الشرطة وقام وزير الشرطة نحن نتذكر قائد لواء الكدس تم عزله ولم يتدخل مستشار القضائي أنذاك ولن تحدث هناك أي ضجة اليوم هناك شك حول نزهية أي قرار تتخذه الوزرات والحكومة وحتى هناك تشكيك في القوانين لذلك سوف يستمر نتنياهو والإتعاف الحكومي برأي سوف يستمرون وهم مهرولون في طريق حتى تدخل مستشارة قانونية لا يريدون لا لا هم سوف يقومون بسن كوانين وإنهاء الخطة التي هم بصددها الانكلاب الكضائي ولكن في نهاية الأمر الالتسمسات اليوم يقومون بتجهيز الالتسمسات لمحكمة العدل العليا جاهزة هناك جمعيات في إسرائيل جهزت قبل أن تسني الكوانين في الضقيقة التي سوف تقوم تقوم هذه الجمعيات بتقديم الالتماس أمام محكمة العدل العليا محكمة العدل العليا سوف تلغي كافة الكوانين التي سنتها الكينيسيك في هذا الحال على الأجهزة الأمنية أن تتخذ جهة وبالأمس فهمنا بأن الأجهزة الأمنية قد اتخذت أي جهة سوف تكون تحمي لذلك في دولة إسرائيل هناك كوانين أساس ولا يوجد دستور قوانين الأساس تقول بأن القانون هو يكون في المحاكم والأجهزة الأمنية حامية لهذا القانون وظيفة أن تحمي القانون وتدافع عن القانون والقانون يكون شرعيته من خلال المحكمة العليا طيب واضح الآن نريد أن نعود إلى بنيمين نتنياهو هل هو يشعر؟ لا يشعر يعني هل هو يشعر؟ لا يقول لي يشعر بضع إذا هذه الأمور رأينا في الأسبوع الماضي كانت زوجة محاصرة في صالون شعر صالون حلاقة كذلك في نطاق احتجاج الطيارين كان من الصعب كان هناك تساؤل من سيقوده إلى إيطاليا يتصاعد من جهة ضغط الخارجي عليه من الدول الأوروبية وأمريكا كذلك على المستوى الشخصي والعائلي كيف ترى موقف نتنياهو إذا أهاله لازمة؟ نعم بس إذا سمعته وريد أن أعقب على ما قاله زميلي أولا حكومة إسرائيل تريد سن قانون التغلب لكي تفرغ محكمة العد العليا التغلب على القانون التي تفرغه المحكمة العليا على القوانين وأن يكون الحل بأيدي أعضاء الكنيسة لكي تفرغ محكمة العد العليا لكي تفرغ محكمة العد العليا من إمكانية إلغاء أي قانون إن كان قانون أساس أو قانون عادي صحي لهذا السبب رطما ويريف لابين والحكومة عمليا منشغلين في هذه القضية حتى يصلوا لهذه المرحلة ما يكونش أي دور لمحكمة العد العليا في إلغاء قانون إلا الحكومة ناوية سنها في القريب العاجل الأمر الآخر طبعا وهذا بتقديري أيضا أنه مدير عام الشرطة تراجع ليس بسبب موقف المستشار القضائي فقط إنما أيضا بتوجه جمعيات ضد هذا القرار والأمر الأهم هو ضغط رجال شرطة متقاعدين إلا كانوا عمريا قبلوا في هذا الوظيف أمس تحدث كرادي عن هذا الموضوع واليوم تحدث بركوفسكي وآخرين كثير تحدثوا من رجال شرطة سابقين عمريا المدير العام شعر أنه أخطأ في العمريها علما بأن القانون وانا سمعتها اليوم من رجال القانون علما بأن القانون يتيح للمدير العام للشرطة بنقل ضابط من وظيف إلى أخرى وخاصة أنه ما بدي غير قوته ومكانته القيادية في الشرطة بما يتعلق في قضية السؤالة أنا بتقديري أنه وضع الوضع اليوم في إسرائيل هو وضع صعب جدا لم تشدوا هذه الدولة منذ قيامها عمليا انقسام حاد في داخل الجمهور طبعا مع انحياز الجمهور العربي الجمهور العربية إلى المحتجين ضد هذه الحكومة لأنه في نهاية الأمر نحن المستهدف الأول والأخير من القوانين وعلى رأس القانون اللي يستبدأ شرعه بنكفير أنه يعطي لممثلته إحدى الوزيرات في حكومة إسرائيل أن تكون ممثلة إضافية على ما هما الموجود في اللجنة القطرية للتخطيط والبناء وأيضا في لجنتين لوائيات لجنة النقد بئر السبع ولجنة الشمال عمليا لكي يسيطر على المنطقتين شمال وجنوب وأيضا قطريا وهذا عمليا من المستهدف؟ هو المواطن العربي وهذا طبعا من تصريحاته اليومية أنا بأعتقد أن يمين نتنيه اليوم حكومة تشهد إلى ضغوط محلية ضغوط إقلام إقليمية وأيضا ضغوط دولية ضغوط الإقليمية دعنا نتحدث عن الاتفاق الإيراني السعودي اللي عمليه هو صفعة للسياسة الخارجية الإسرائيلية على رأس الحربة اللي هو بايدن وحكومته الأمر الآخر اليوم بعض الأنظم العربية بلشت تتمنم أنه بدهاش تستقبل نتنياهو في بلادها رغم الاتفاقية لأنه هذا بسبب التأثيرات العالمية دخول الصين دخول روسيا دخول المنطقة عمليا هذا بأثر بشكل مباشر على الحكومة الحالية وقد يؤدي في نهاية المطاب قد يوضية سنة قد يوضية أكثر من سنة إلى حد سنتين عمليا إلى انتهاء دور هذه الحكومة ولكن قبل قبل هذه الفترة أنا باعتقد أن نتنياهو عمليا ماضي لأنه عارف أنه هي آخر دورة له يعني عمليا بده يحرق الاخضر واليابس في هاي البلاد وأنا بتقديري الشخصي إذا مشت القوانين المزمع سنها فهذه الحكومة عمليا بداية بداية نهاية هذا النظام وبداية نهاية اليمين الفاشي اللي مسيطر اليوم على دورة إسرائيل لأنه إحنا اليوم أمام مظاهر فاشية لم نشهدها بالسابق بهذا الحجم وبهذا الشكل وقد تتشابه مع مظاهر كانت أبان الحرب العالمية الثانية إلا كانت تمارس ضد اليهود اليوم تمارس ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وأمام أهلنا في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل هذا الأمر عمليا شهد لهذا السابق ضغط ذكرت عنده على زوجته عمليا بالقوص المطار الليد وفي حديث يوم الأربعة دي سافر لألمانيا أيضا بديوا توقع المتضاري توقع مطار الليد حتى يمنعوا حتى يمنعوا ويفروا حجم المعارضة لسياسة حكومته ولحكومته وللقوانين الليد مع سنها وبتقدير اليوم الضغط على رئيس الدولة إرجع من جديد عيد المبادرة يعني طبعا مع تغييرات معينة هذا بدل على الوضع الموجود بالشارع الإسرائيلي هنا أظهر حالة سودوية هل ترى الأمور هكذا بالنسبة لبن يمين نتنياهو؟ أنا ذكرت أنه إحنا الآن في صدد أزمة دستورية الدول أخطر شي على الدول يكون ضبابية وأزمة دستورية نرجع لقضية فقرة التغلب ما وفيش دستور أصلا تكون أزمة دستورية دستورية من ناحية مجاز الوصف مجازي عندما نقول أزمة دستورية كمان في بيتي بيكون أزمة دستورية وما في دستور مكتوب في بيتي تعبير مجازي تعبير مجازي وأنا ذكرت أنه ما في دستور في قوانين أساس ولكن أزمة دستورية هو تعبير مجازي فقرة التغلب عندما ذكرت أنا عارف فقرة التغلب ما معناها؟ لكن محكمة العدل العليا سوف تلغي هذا القانون اللي هو قانون بسكاتلة جبروت فقرة التغلب عند ذلك ماذا يحدث؟ عند بالك فيه أنا أسئلة فيه أنول البحمي وبينفذ القانون في الدولة هذه الأجهزة الأمنية طب الأجهزة الأمنية بدها ترد على مين؟ بدها تسمع على مين؟ للحكومة؟ للكنيسة؟ أم؟ لمن؟ للمحكمة العدل العليا؟ تعلمنا أنه اللي بنوا هذه الدولة من أول يوم كان العمود الفكر لهذه الدولة هي محكمة العدل العليا لذلك برأي نتنياهو موجود اليوم في مستنقع مستنقع مش عارف يقدر يطلع منه هدفه الأساسي نتنياهو أنه يحمي حاله من ناحية قانونية وملاحقة قانونية في نهاية المطاف إذا كان هناك اتفاق صفقة من تحت الطاولة يعني ممكن من وراء الكواليس اليوم تحاك صفقة أنه نتنياهو ما يتحاكم لا يهتم بعدها لا تغيير ولا تشريعات ولا شيء يتخلى على الشركاء على فكرة المنظومة القضائية في إسرائيل إلها سنين مش من اليوم اليمين في خلال حكم نتنياهو غرص فيها حكام وقضاء اللي هم من اليمين روح على المحاكم في إسرائيل بتشوفهم من المستوطنين كمان يعني هو بيحكي أنه ما في حجم اليمين والمتدينين في المحاكم في إسرائيل لا خطأ تقريبا 40% من الكضاء في محكمة العدل العليا معروفين اتجاههم يميني وهذا تغيير خلال 15 حكم اليمين الأخرانيات كانوا بغرز وتغيير في منظومة القضاء ما يريده نتنياهو هو يطلب الكثير من أجل أن يحصل على القرية ولكن برأي الأشياء والخطوات اللي بتقوم فيها حكومة نتنياهو الآن هي بتأدي لضرر اقتصادي عميق لدولة إسرائيل أزمة سياسية على المستوى الدولي لأن علاقات إسرائيل دوليا أصبحت اليوم بشكل سلبي تراجعت عن السابق بسبب المنظور والطريقة الماشية فيها نتنياهو من تغيير وتعديلات اللي هي بتجعل إسرائيل اليوم كدولي غير ما تغنت به كأنها دولة دموكرافية لذلك حتى عندما نتحدث عن السهولة في اتخاذ كرارات مثل هذه هذه الكرارات هي كرارات مصيرية سوف تؤدي إلى ضمار وملاحقة قانونية وقضائية لكافة ضباط الجيش عندما نتحدث عن الاحتجاجات وأن بعض المقاتلين في سلاح الجو وحتى ضباط في الجيش يتحدثوا بشكل علني بأنهم ضد هذه لماذا هم ضد؟ ليس لأنهم لديهم رأي في اتجاه القانون وإنما لأنهم يخافون على مستقبلهم اليوم في إسرائيل منظومة القضاء عالميا المحاكم في كافة العالم تعتبر لدى إسرائيل محاكم نزيهة وأن الكرارات التي تصدر هنا هي كرارات ليست سياسية وإنما كرارات محاكم ولكن في حال تغيير في منظومة القضاء والتغلب فكرة التغلب نحن أمام حالة أخرى يعني حالة يتم من خلالها أي ادعاء ممكن أن تكون به في أي محكمة في أوروبا لها الحق بأن تكون بمحاكمة أي جندي إسرائيلي وهذا لن يمر مرة الكرام نور ديس محمد حسن كنعان دعنا الآن ننتقل إلى حول غياب الجمهور العربي عن المشهد الاحتجاجي هل الجمهور العربي يعي أبعاد وتبعات وأسقطات خطط العقومة هذه؟ أنا بتقدير الجمهور العربي يعي جيدا لتبعات وأسقطات واستحقاقات هذه القوانين المنوية سنة في الكنيسة ومردودها على الجمهور العربية وهذا الأمر عمليا ملاحظ من خلال التصرفات والتصريحات تعتمين كبير والقوانين المتعاقب العمليين اللي بحاولوا سنوها اللي هي بمجملها هي ضد الجمهور العربية ولكن الجمهور العربية طبعا إلها شعراتها إلها عنوينها اللي مفروض تأخذ دورها في هذه المظاهرات ومنظمي المظاهرات كما يظهر ما بدهن أنه غيروا مصار المظاهرات لقضية ضد القوانين ليست هناك دعوات منظمية المظاهرات للجمهور العربي؟ في دعوات ولكن المشكلة أن الجمهور العربي لا يقبل؟ مفروض أن يأخذ دوره قيادات الجمهور العرب تأخذ دورها الشعارات اللي ترفع من المظاهرات قضية 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 وعند ذلك يقول يمينها انظروا من يعارض لا مهوم لا عفوا ما بحكي على رفع العلم أنا بحكي على قضية المسواة قضية هدم البيوت العمالين بمئات البيوت اللي يوم تهدم في النقاط دون أي رض من قبل أي مسؤول في الحكومة على الأقل في قضية المسواة قضية الأرض والمسكن قضية التربية والتعريم قضية البنية التحديل من زينيات للسلطات المحلية أول قرار الكل سمع سموترج ألغى القرار الحكومي بما يتعلق في ميزانيات للسلطات المحلية العربية أعتقد قرار 5-9-9 اللي يتعلق في كذم اليرداد اللي مفروض على مدار 5 سنوات يتوجه للسلطات المحلية أول شغلة ألغى هذا القرار عملين بقى هذا ضد مين اليوم هل سمعت أو تسمع أصوات ضد قرارات حكومية تتعلق بالجماهر العربية للأسف مش كثير مع كل هذا أنا باعتقاده وأنا بقولها من على هذا المنبر على الجماهية العربية أن تشارك بكل قوة في هذه المظاهرات لأنه إلنا مصلحة بعدم سنها لهذه القوانين إلنا مصلحة بإسقاط هذه الحكومة إلنا مصلحة بتغيير أجندتها ولهذا السبب علينا أن نشارك حتى اللي يكون ثقل ووزن للجماهية العربية يوافقك الرأي عضو الكنيسة أيمن عودي رئيس الجبهة والعربية التغيير سعد عيسى أيمن عودي شارك في مظاهرة الأبيب يوم أمس وألقى كلمة للمحتجين قال فيها يجب أن نشارك في المظاهرات لسببين وأنا أكتبس من أكوالي ليس من مصلحتنا أن يصبح الوضع أسوأ علينا أن نستغل الغضب الشعبي من أجل توسيع الشراكة التي تريد الدموقراطية حقا للجميع هذا يعني إنهاء الاحتلال والتمييز ما رأك بهذا الخطاب وإلى مدى يمكن أن يشجع على مشاركة الجماهير العربية في الاحتجاجات في المدن المختلفة أولا الجماهير العربية اتخذت قرارها عندما نتحدث عن امتناع كمعظم السواد الأعظم من الجماهير العربية امتنعت ومنتنعة وما زالت تمتنع من المشاركة في هذه الاحتجاجات هو اتخاذ قرار في السياسة وحتى في البرلمانات هناك معارض مؤيد وممتنع الامتناع هو اتخاذ قرار لماذا؟ عندما نكون جزء من من يدافع عن محكمة العدل العليا كأننا نقول نريد أن نحافظ على هذه المحكمة هي محكمة عدل لا يا أخي محكمة العدل العليا هي التي أعطت الشرعية للحكم العسكري سيدي وسيدك ما يطلعش من بيته إلا بتأشيري بتأشيري في خلال ومش بس من البيت من الكري سنين تحت الحكم العسكري عنو كان عنطة الشرعية للحكم العسكري مين عنطة المظلة للنكبة اللي مرينا فيها مين أحكى يا أخي العزيز عن اليوم عمليات هدم ليش عمليات الهدم شو؟ لحاله الجرافي بتيجي تهد لحالها؟ مش في محاكم تصدر قرارات هدم لبيوتنا؟ اليوم المحاكمة هذه اللي بتحكي عنها هي بتصدر قرارات نفس المحاكمة هذه اللي هي قمعتنا هناك في إسرائيل عدة مؤسسات المؤسسة القضائية في إسرائيل هي أكثر المؤسسات التي كان عصاتها أكثر قصاوة على وسطنا العربية لذلك أنا لا أبكي ولا لن تظرف لي دمعة عندما أرى هذا المصير التي تواجه المحاكم ومحكمة العدلة التي تفتكر إلى العدل نعم ممكن أنه يكون الوضع أسوأ من ناحية عدالة في هذه الدولة التي هي بالأساس غير عادلة نحن طول الوقت نحن نكون المحاكم في دولة إسرائيل غير عادلة الديمقراطية طب أنت تعييت لإيش؟ لأنك خايف أن دولة إسرائيل تصور دولة ديكتاتورية؟ صح النوم لماذا هي دولة ديمقراطية؟ ديمقراطية نعم ديمقراطية لمن؟ للمواطن اليهودي ولكن هل هي ديمقراطية للعربي؟ لا هي ديمقراطية شكلية للعربي لذلك أنا مش خايف أن دولة إسرائيل تصور دولة غير ديمقراطية لا أنا مش ديمقراطية اللي خايف ابن بكيكة ابن تل أبيب هرتسلية عنده سبب خاف يفهم من كلامك أنه لا شأن لنا في هذه الأمور يعني بالمضاعرات مش شأن ومش شأن اللي خاسر الأكبر هو من وقف وأنا في أكثر من لكاء أحكاية نفس الكلام الخاسر الأكبر هو من نظر إلى أجدادي وأبائنا نظر وهو غير مبالي عندما كانوا يعانوا من منظومة القضائية في دولة إسرائيل هل ترى محكمة؟ هم لم يفعلوا أي شيء لم يحركوا أي ساكن وضارت الأيام لعنا دعنا نسمع رأي محمد حسن كنعان في هذا الموضوع بالذات كيف ترى الصورة؟ كيف ترى ما يرى؟ لا طبعا لا أنا باعتقادي أنه حتى بهامش الديمقراطية اللي كانت كان كنا نستطيع أن نعمل وأن نتحرك اليوم في التغييرات عمليا هني بدوا يمنعوا أو ينهوا آخر إمكانية لتحركنا كجماهير عربية لأنه أنه أخي شاكرا لا ننساش أنه هناك قانون قانون عمليا اليوم ضمن هذه القوانين الذي يجيز للجنة الانتخابات المركزية أن تلغي قائمة دون إمكانية الرجوع لمحكمة العدد العليا وهناك إمكانية لشطب أعضاء بعض الأعضاء من قائمة شطبهم دون العودة إلى محكمة العدد العليا يعني هناك إمكانية أن لا يكون تمثيل عربي في الكنيسة أنا بتقديري رغم كل ما يقال عن المحاكم وفيش هناك نقاش أو خلاف أن المحاكم لم تعدل معنا وإحنا بنعرف محكمة العدد العليا للأمطة الشرعية لقانون كمينيتس محكمة العدد العليا للأمطة الشرعية لقانون القومية وغير هذه القوانين ضد شعبنا هذا معروف ولكن مع كل هذا نحن نريد أن ندافع عن ما تبقى عن ما تبقى لكي نحافظ على وجودنا وعلى باقائنا في هذه البلاد ولهذا السبب أنا مع التكاتف في هذه التظاهرة في هذه المظاهرة الاحتجاجية حتى أننا نحافظ ولو على القليل مما تبقى لأنه دون ذلك عمليا وضعنا بيكون أصعب بكثير سيد عيسى إذن من الأفضل أن ننتظر كولينا ربما كانت فشل هذه الإصلاحات وفي صالحنا في النهاية سوف يكون في صالحنا والوقوف جانبا وعدم اتخاذ أي جانب هو في صالحنا لماذا؟ لأنه ربما وهم يكرؤون ويشاهدون نحكي عن القضاء والمنظومة القضائية في إسرائيل غضب وعدم المبلاء للمواطن العربي ربما يكون بعد انتهاء هذه الأزمة هناك تعديلات وهناك ممكن بعض التعديلات البسيطة وممكن أن يفهم الرسالة لأن امتناع المواطن العربي من المشاركة هو رسالة إلى المنظومة القضائية وعلى وعسى بعد انتهاء هذه الأزمة المنظومة القضائية تصلها رسالة المواطن العربي وليست الرسالة التي يريدها البعض بأننا ضربني كف كفين وفي النهاية أنا رايح أدافع عنك لا إحنا ضربتونك فوف وإحنا كاعدين مش رايحين ندافع عنك هيك هذه الرسالة الصحيحة هذه الرسالة اللازم تصل شكرا لك سيد عيسى المحلل السياسي ورئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم شكرا لك محمد حسن كانعان أضو الكنيسة السابق والمحلل السياسي ورئيس الحزب العربي شكرا لحضركم على الستوديو